اشتركوا في القناة وفيها اخرى تتشوف على ان كانت هناك خيارات افضل في حلقة دي اليوم غنهضروا على تبنزرتي شكونواد المدرب شنية الخبرة دياله شنية التجربة دياله اخر فرقة دربها شنية الطريقة اللي تلعب بها ايضا غنعطيكم ايجابيات وسلبيات هذا المدرب غنتحدث على العديد من الاشياء فيما يخص هذا المدرب اضافة الى وجهة نظرية الشخصية المتواضية اهم الرأي ديالي نبغي نعرف الاراء ديالكن واشنطوما مع او ضد تعيين البنزرتي كمدرب لفارق الرجاء الرياضي وإلا كنت معه قولي علاش وإلا كنت ضد ايضا قولي علاش في التعليق ونتناقشوكم اول عادة بشكل ودي قبل ما ندخل في التفاصيل اذا عجبتكم بالحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك شتركوا في القناة ديانو وفعلوا زر ستنبيج بجدائما يوصلكم تزيد اول باول وعاد نصف حال فيسبوك والإنستغرام اللي بغيش تشارك فيهم نخليكم اللينك في اول تعليق ندخلوه في التفاصيل إذا البنزرتي ولا شيخ المدربين ولا الجينيرال سيكون هو مدرب الرجاء الرياضي ابتداء من الموسم المقبل واحد الحاجة سننتفقوا عليها احتشي واحد ما يقد يشكك في إمكانيات ولا في خبرة ولا في تجربة المدرب البنزرتي الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة مش على كرة القدم المغربية فقط ولكن على كرة القدم الإفراقية مدرب صراحة يستحق الإشادة والتقدير لأن طوال المسيرة التدريبية دياله دار العديد من الإنجازات وأبرز أبرز إنجاز حققه البنزرتي في المسيرة التدريبية دياله هو الوصول لنهاء كأس العالم للأندية رفقة الرجاء الرياضي العالمي إنجاز ما أسبق حققه احتشي فارق عربي إفراقي يعني حققه العين الإماراتي ولكن العين الإماراتي فارق عربي السيوي ولكن في عرب إفراقية لما كنشوف الفرق ديالشمال إفراقية ما عمر حتشي فارق وصل لنهاء كأس العالم للأندية باستثناء الرجاء الرياضي ولا تحدثنا على إفراقية أيضا فارق مازينبي اللي أسبق له أيضا وصل لنهاء كأس العالم للأندية البنزرتي كيف ما قلت يعرف كل كبيرة وصغيرة على قرية القدم المغربية وقرية القدم الإفراقية عنده العديد من التجارب فرق مغاربية وأيضا مع المنتخبات إذا نريد أن آدري مدرب لذلك هي طريقة التي تلعب بها شعار المدرب البنزرتي خير وسيلة للدفاع الهجوم خير وسيلة للدفاع الهجوم البنزرتي shove له موزل أن تلعبت المدرب في طريقة اللعب الأعزدي هذا موزّ الضغط العالي هو أول similarities والضغط العالي هو الهجوم الضغط العالي والهجوم هجوجوجي للأسليحة كي يعتمد عليهم البنزرتي طيوان الفترة التدريبية دياله واحد الحاجة مهمة كتكون دائما حاضرة وكتكون موجودة مع هاد المدرب اينما حل وارتحل كي حط البصمة دياله وكيقدم كرة قدم جميلة يعني اينما حل وارتحل البنزرتي غتلقى اي فارق ولا اي منتخب تدربه تقدم كرة قدم جميلة كرة قدم عصرية وكرة قدم هجومية وهذه الأشياء كلها تتماشى مع فرق كبير من قيمة الرجاء الرياضي اللي عنده جماهير ماشي يعني في إفراقيا ولكن كيف مقت الرجاء اينما حل وارتحل عنده جمهور كبير وجمهور ما تقنعش بالنتيجة فقط لا تبغي النتيجة ومقرونة بالآداء وهذه الأشياء كلها يمكن يوفرها البنزرتي إذا بغينا نهضره على آخر تجربة للمدرب البنزرتي كانت في البطولة التونسية رفقة الاتحاد المونستيري وصراحة المدرب دار واحد الموسم رائع بكل ما تحميل الكلمة من معنى يعني عمري ما نحقل على أنني نشوف الاتحاد المونستيري كي ينافس وبإمكانيات جد متوسطة يعني فارق يتعتبر يعني من أندية وسط الترتيب بإمكانيات جد متوسطة هذا الفارق نفس على لقب البطولة التونسية لغاية آخر تانية يعني الترجي التونسي حسم لقب البطولة التونسية تنضم في الوقت بدل الضائح كانت واحد المنافسة لغاية آخر رامق وهذه المسألة تحسب لمدرب كبير من قيمة البنزارتي الذي يعرف من أين تؤكل الكاتف إذا بغيت نتحدث أيضا على مزايا هذا المدرب كيتصاحب مع اللاعبين كتحس واحد الجو أخاوي واللاعبين لما كيدخلوا يعني كيحاولوا على أنهم يطبقوا تعليمات المدرب بحدافرها بالرغم على أن البنزارتي معروفة عليها لأنه يتعصب بكل سهولة يعني لا شفش القطة تحكيمية متيرة للجدل ولا شي لاعب من اللاعبين ما تطبقش تعليمات غالقا بالمدرب كي يدير بعض المرات بعض الحركات الطريفة يحيد حواجو يغوت بعض المرات يدخل عند اللاعب ويغوت عليه مدرب معروف بالصارمة دياله وهذا المسألة مطلوبة باش نكون واضح وباش نكون صارح يعني إحنا كعقلية دير اللاعب مغربي دائما نخص المدرب شوي يكون صارح لأنه في بعض المرات إذا كان المدرب متساهل كنشوفوا على أن اللاعبين كيدخلوا ويكون شوية من نوع من التراخي ونوع من التساهل آخر تجربة للمدرب البنزرتي في البطولة المغربية كانت رفقة الويداد وتنظر على أن البنزرتي في المسيرة التدريبية ديره تدرب الويداد ثلاثة ديال المرات يعني فترات متقاربة يعني والآخر إنجاز تنظر البنزرتي مع الويداد يعني قبل الموسم الماضي تنظر نخدام لقب البطولة المغربية وفي دوري أبطال إفراقية ووصل لنصف النهائي وخسر ضد كايزر تشيرس الجنوب إفراقي شيء الأكيد على أن البنزرتي كينتاظروا واحد العام الكبير رفقة الرجاء الرياضي سيكون العديد من التغييرات لعبين جداد انتدابات جديدة سيتم أيضا تسريح العديد من اللاعبين والمدرب سيكون مطالب في واحد الوقت واجز جدا على أنه يخلق واحد ينسي جانبين اللاعبين ويبني واحد المنظومة فريق الرجاء الرياضي وكيف ما قلت من قبل جمهور الرجاء جمهور ضواق كي يبغي الفرجة ولكن أهم الفرجة يجب أن تكون النتائج لأن كرة القدم الحديثة ما بقى تشك تعتمد على الفرجة بحدها حتى شي جمهور ولأي واحد ما عندي أنا ما ندير بالفرجة فريق يدخل ويدير بالفرجة ويدرب العارضة عشرات المرات ولكن في الآخر أعطيني النتائج وأعطيني شنو حققتي من الألقاب لأن الطاريخ عمره ما تعقل على لعب الجميل ولا يعقل على شي حاجة الطاريخ كيدكر الأبطال فقط شكون هزلكات شكون خضر الألقاب وهذه المسألة مهمة جدا والرجاع الرياضي الهدف الأول ديالوغ يكون هو أنه يرجع وينافس ويأخذ دوري الأبطال إفراقية لأن هذا اللقب استعصى على فريق الرجاع الرياضي منذ 1999 ومطلب أول بالنسبة للجماهير الرجاوية إذا بغيت نتحدث على بعض السلبيات ديال المدرب البنزرتي مدرب ماشي مضمون ماشي مضمون ممكنكش تضمنه لأنه يبقى معك الموسم كله في بعض المرات إذا شف الأمور ليست على ما يرام ولا شفش حاجة معجباتوش يمكنه في منتصف الموسم يمشي بحاله وهذه المسألة صراحة كتهز ويمكن له أيضا ضرب استقرار الفريق وما نتمنه على أنها تحدث رفقة الرجاع الرياضي زيد عليها شيء آخر المدرب البنزرتي معروف على أنه وفي لواحد المنظومة وواحد تشكيل معين لما تلقى 11 الواحد اللي غيرتق فيهم وغيرتامد عليهم هما تقريبا اللي كيبقى يلعب بهم وشفنا هذه المسألة رفقة الودادة الرياضي في آخر تجريبة تقريبا كان دائما كل لقاء يدخل نفس 11 اللاعب قليل لما تشوفوا كيدا الشي يتغير إلا الشي يتغير كيكون تغير واحد وهذه المسألة عندها إيجابيات ولكن عندها أيضا سلبيات شنوما الإيجابيات ديالها كيكون واحد انسيجام في الفارق انسيجام حكم على أن النادي اللاعبين دائما تلعبوا مع بضياتهم يعني هذه المسألة هذا جانب إيجابي وكيكون أيضا المعدل التهديفي مزيان ولكن شنو الجانب السلبي الجانب السلبي هو إنه إلا تصاب لك شي واحد مهم في المنظومة ما تلقاش كل يغير وضو لأن لا يعقل على أن اللاعب حبيس ذكة احتياط وتحتاج لقاء مهم ويدخل ويقدم لك نفس الإضافة الروتاسيون ولأن طريقة تستخدام اللاعبين أو عنده أهمية كبيرة لأن الرزنامة اللقاءات تكون سريعة جدا في بعض حيان يكون عندك ثلاثة لقاءات وممكن لك تلعب ثلاثة لقاءات في أسبوع واحد بنفس التشكيل يجب يجب تغيير وتعطي لعبين تعطي فرصة لعبين شباب خصوصا خصوصا لما تدرب فارق من قيمة الرجاء الرياضي والمدرسة دائما كل موسم ستلقى جوج ولا ثلاثة للاعبين من المدرسة للراجاء يأخذه فرصة مع الفارق الأول نتمنى شخصيا على أن المدرب البنزارتي يكون استافض من الأخطاء السابقة ولما يدرب فارق الرجاء الرياضي تكون واحد الروتاسيون ويحط الشخص المناسب في المكان المناسب وما يعتمش دائما على نفس الحضاش يعطي فرصة لعبين احتياطيين باش لما يحتاجون يلقاه أرى شخصيا على أن المدرب البنزارتي يبقى اختيار يعني موفق لبنسبة الفارق الرجاء الرياضي الرئيس البدراوي ما بغاش يغامر خصوصا بعد الموسم هذا الرجاء الرياضي لم يكن على حصل ما يرام مخدش القار الرئيس بغا يمشي لمدرب يعرف كل كبيرة وصغيرة على كرة القدم المغربية وكرة القدم الإفراقية مدرب يسبق له ودرب فريق الرجاء الرياضي مدرب يعرف يدير النتائج يعرف من أين تؤكل الكاتب هذ الأشياء كلها خلت البدراوي يمشي للبنزارتي كخيار أول وكانتمنى شخصيا لأنه يحط معاه يعني لعبين شباب يعني سابقين من أبناء الرجاء الرياضي يمكن لهم ياخدوا خبرة وياخدوا تجربة باش لما يحتاجهم الرجاء الرياضي يلقاهم كندا يعني حلقة درنا على المدرب البنزارتي هذرنا على الإيجابيات دياله هذرنا على السلبيات طريقة اللعب عطيتكم أيضا موجات نظر للشخصية ولكن أهم الرأي ديالي نبغي نعرف الأراء ديالكم التعليقات فيما يخص اختيار هذا المدرب واشتضنع لأنه سيقدم الإضافة لفريق الرجاء الرياضي ويرجع الرجاء للسكة الصحيحة سكة الألقاب وأهم شيء هالمدرب البنزارتي قاد على أنه يتوج بلقب دوري أبطال إفراقية رفقة الرجاء الرياضي خليوا للأراضي لكم في التعليقات ونتناقش كما هو العادة بشكل ودي إذا عزبتكم الحلقة دعمونا بلايك وشاركو في القناة بجدائما نصلكم جديد أول بأول كان معكم الرجاء من خلالة القرآن فانس السلام والله عليكم